أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها كالعادة بالعنوي من المصدر أونلاين أكثر من 15 قتيلا وجريح في اشتباكات قبلية بدأت بشجار بين أطفال العرب الجديد تتساءل كيف يمكن لملايين اليمنيين غسل أيديهم وسط شح شديد للمياه ومن أخبارنا المنوعة بدون أدوية إيطالية سنها 95 عام تنتصر على فيروس كورونا أهلا بكم بدأ الأمر بشجار بين الأطفال وانتهى ليوم دام راح ضحيته العشرات بين قتيل وجريح يقول موقع المصدر أونلاين إن قتل وجرح بينهم مدنيون في اشتباكات وحرب شوارع دارت بين مسلحين قبليين من آل الجوف قيفة ومسلحين من سادة ريام الموالية للحوثيين في مدينة رداع بالبيضاء مصادر محلية قالت أيضا إن اشتباكات عنيفة استمرت حتى وقت متأخر من الليل بين مسلحي القبيلتين أما السبب فهو شجار بين أطفال تطور إلى مشادة ثم قتال بالأسلحة وأكدت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ستة من مسلحي قبائل آل الجوف وإصابة ستة آخرين في حين قتل ثلاثة من سادة ريام بينهم القيادي الحوثي محمد حسين الريامي كما أن هناك طفلة قتلت برصاص الاشتباكات أثناء ركوبها جوار والدها في باص بجوار محطة الحرمين بالشارع العام برداع ولم يتمكن والدها من إسعافها بسبب إعطاب الباص وكثافة الاشتباكات يعقوب العتواني واحد من الأهالي الذين يسكنون في منطقة تمركز ميليشيا الحوثي بتعز وهو ضمن مجموعة من الأسر اعتادوا الحياة بحجر مفروض عليهم منذ سنوات فهم ممنوعون من الخروج معا أو إشعال الأنوار أو حتى الحديث وقد كتب عن طريقة حياته في خط النار مضيفا في المصدر أونلاين نحن خمسة شباب نتشارك منزل النزح عنه أهله بداية الحرب تحيط بنا من ثلاث جهات عشرات المباني المهجورة يتألف أصغرها من طبقتين ونجد أنفسنا وحيدين أمام مهمة صعبة تتمثل بإحياء هذا الكم الهائل والصامت من الكوتل الإسمنتية ولا يعنينا في ذلك سوى الضجيج الوحشي المشحون بالوعيد والعنتريات والذي تضخه مكبرات صوت خاصة بالحوثيين من شرق المدينة بالإضافة إلى الأعيرة النارية التي تزعق كل ساعة مثل مبنى يتداعى على مهل ننام معظم النهار خصوصا بعد تعليق الدراسة ويبدأ يومنا متأخرا جدا عن الناس الذين يسكنون شارع جمال وبيرباشا والتحرير الأسفل وذلك لأننا لا نحصل دائما على فرصة النوم ليلا وإن لم يكن بسبب الزوامل والطلقات والقذائب الحوثية فبسبب ما اكتسبناه من عادة السهر بفعل إدمان الشاشات ومراقبة مصير بلدنا الذي دخل منذ سنوات في المغارة الحوثية نادرا ما نجتمع الخمسة تحت سقف غرفة واحدة والقليل الذي نحتاجه من السوق عادة يتكفل أحدنا بجلبه مرة واحدة وبذلك يكفي البقية عناء الخروج إلى الأماكن العامة والاحتكاك بالأفراد والبضائع بعد إغلاق الحوثيين لطريق الأقروض بذريعة الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا انقطع المنفذ الوحيد الذي كان يأتين منه زوار من داخل القرية وبهذا نزع منا مناسبة مهمة ونادرة للمصافحة لا زوار ولا زملاء ولا معارف جدد في متناول اليد إذن وهذا القناص الحوثي على بعد عدة أمتار لا يبدو أنه تعلم المصافحة بغير الرصاص التحدي الأصعب لهذا الحجر الصحي الذي يرعاه لنا الحوثيون هو فيما إذا قرر أحدنا السفر لزيارة أهله في الريف لكن بقليل من التأمل لا يبدو ذلك وكأنه مخالفة واضحة لقواعد السلام من الفيروس تقتضي العودة إلى القرية التحرك في غشاوة الفجر قبل استيقاظ المدينة والزحام الحركة فالطريق مغلق كما هو معلوم منذ سنوات والمنافذ المتاحة يستهلك أسهلها نصف يوم من الصعود والهبوط والتسلق والانحدار إذا حدث وأن علق بك الفيروس أثناء الرحلة فإن الشمس الحارقة كفيلة بأن تكتب له مصيرا مشابها لمصير أبطال غسان كنفاني في رجال في الشمس تحولت النعمة إلى نقمة في مدينة عدن حيث وبحسب الموقع بوست توفي شخصان وأصيب آخرون بينهم نساء خلال الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة مصادر محلية قالت للموقع بوست إن الأمطار الغزيرة جرفت عشرات السيارات وكذا المنازل الملاسقة للجبال في مديرية المعلى ما أحدث خسائر بشرية ومادية أضافت أن الخسائر البشرية تركزت في مديرية المعلى حيث توفيت حالتان على الأقل بينهم امرأة فيما أصيب أكثر من خمسة جراء جرف الأمطار لأحجار وأكوام من الرمال من الجبال باتجاه منازل المواطنين أشارت إلى أن الأمطار تسببت في وقف حركة السير بشوارع رئيسية وقطع شوارع ثرعية أخرى نتيجة تحق المياه وارتفاع منسوبها لنحو 100 سنتيمتر في مناطق بكريتر رغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا ما تزال ميليشيا الحوثي وبحسب موقع الصحوة نت تجبر التربويين على حضور دورات طائفية يضيف الموقع أن العشرات من منتسبي القطاع التربوي من معلمي ومدراء مدارس ووكلاء أجبروا على حضور دورات طائفية رغم تعليق الدراسة للاحتراز من انتشار فيروس كورونا مصادر تربوية في صنعاء قالت أن ميليشيات الحوثي أخضعت أكثر من 80 معلم ومعلمة ومدير وإداري ينتمون إلى عدد من المدارس في عاصمة لدورات طائفية في غرف مغلقة تحت الأرض وركزت القيادات الحوثية على حضور مدرسين مادتي القرآن والتربية الإسلامية دوراتها الطائفية على مدى أسبوعين بهدف إقناعهم بمحتوى مقراراتها بغية تغيير فكر التلاميذ وتوجيهتهم وهويتهم الوطنية بأفكارها المتطرفة وكشفت مصادر محلية في العاصمة عن استدعاء الميليشيا بالتعاون مع مدراء مدارس موالين لها لمئات من الطلبة رغم الإجازة للحضور إلى مدارسهم وإخضاعهم للتعبئة الطائفية هل يتجاوز اليمن الجريح جائحة كورونا العالمية؟ هكذا تساءل وائل عبد الكريم في مقاله المنشور بموقع المصدر أونلاين تتزايد مخاوف تفشي وباء كورونا المستجد بعد تصريحات منظمة الصحة العالمية بأنه لم يتم الإبلاغ عن أي حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في اليمن وقد أوضح مكتب المنظمة في اليمن عبر عسابه الرسمي على فيسبوك خلوة اليمن إلى هذه اللحظة من تسجيل أي إصابات كما أوضحت المنظمة وفي خطوة متأخرة بعض الشيء بأنها تقوم بالشراكة مع البنك الدولي بتجهيز مركز حجر طبي في عدن لضمان الاستعداد والاستجابة في حال تأكيد حالات مصابة في حين يعيش اليمنيون حالة من العوز والفقر والقهر والمجعة إلى جانب أمراض بالجملة لم تستطع الحكومتان القضاء عليها وهي أمراض أقل تأثيرا ومن هنا تأتي الدعوة إلى أن نوقف بالكامل ولو مؤقتا نزاعاتنا العسكرية وأحداث العنف والتمترس من أجل مواجهة هذا العدو القاتل الذي لا يعترف بأي حدود أو فوارق فالجميع معرض للخطر في صنعاء وعدن في مأربة وفي الحديدة وحضر موت في كل أنحاء البلاد الجميع في خطر يجب معه أن تتخذ الحكومتان في صنعاء وعدن تدابير وقائية واحترازية وعلاجية من خلال لجان مشتركة من الطرفين للحد من انتشار الوباء في حال ظهور إصابات إلى جانب التعاون مع المنظمات الدولية المانحة ذات الصلة إنها مسؤولية أخلاقية عظيمة تتجاوز أسباب الشقاق والنزاعات بين مختلف الأطراف للحفاظ على أرواح اليمنيين وعائلاتهم وعلى ما تبقى من هذا المجتمع المنهكي من الحرب وفساد الساسة ما لم فيمكن أن نجزم بأن اليمنيين ميتون لا محالة يكرر خبراء الصحة نصيحة غسل اليدين بالمياه والصابون كسبيل الوقاية من فيروس كورونا لكن كيف يمكن لملايين اليمنيين القيام بذلك وسط شح شديد للمياه تتساءل صحيفة العرب الجديد ثم تضيف لم تسجل في اليمن أي إصابة بعد وفقاً لمنظمة الصحة العالمية لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبب وباء كورونا حال بلوغه البلد بكارثة بشرية فبعد خمس سنوات من تصاعد النزاع إثر التدخل السعودية على رأس تحالف عسكري لوقف تقدم الحثيين يشهد اليمن انهياراً في قطاعه الصحي فيما يعيش أكثر من ثلاثة ملايين نازح في مدارس ومخيمات تتفشى فيها الأمراض كالكوليرا بفعل ندرة المياه النظيفة تقول مديرة مشاريع منظمة أطباء بلا حدود في اليمن والعراق والأردن كارولين سيينغ اليمنيون لا يمكنهم الحصول على مياه نظيفة وبعضهم لا يمكنه الحصول حتى على الصابون ثم تساءلت يمكننا أن ننصي بغسل اليدين ولكن ماذا لو لم يكن لديك أي شيء لتغسل يديك به منظمة اليونسيف قالت إن 18 مليون نسمة بينهم 9 ملايين طفل في اليمن لا قدرة لديهم للوصول مباشرة إلى المياه الآمنة والصرف الصحي والنظافة الصحية من بين هؤلاء الأطفال محمد علي طيب في محافظة حجة والذي يخرج كل صباح مع شقيقته على ظهر الحمار لا للذهاب إلى المدرسة بل لجلب مياه قد تكون ملوثة للاستهلاك أو الاستهلاك العائلة اليومي في مقالها المنشور بصحيفة العربي الجديد ترى بشرى المقطري أن المجلس الانتقالي الجنوبي في أضعف مراحله وليس أمامه الكثير من الخيارات وتضيف في أجزاء من المقال لا يبدو المجلس الانتقالي الجنوبي في موقع يمكنه من فرض شروطه على السعودية ففيما واكب كحادته الخطوات السعودية أخيرا بما في ذلك محاولة تغيير القوة العسكرية المشرفة على مطار عدن الدولي بالتصعيد الإعلامي والتهديد بسيطرة على قصر معاشيق مقر إقامة حكومة السلطة الشرعية بين المجلس الانتقالي اليوم يبدو في أضعف مراحله فمن جهة فشل في الإدارة الأمنية لمدينة عدن حيث تصاعد مستوى العنف اليومي تجاه المواطنين كما عجز عن الخروج من طور المراهقة السياسية بحيث استمر في فتح جبهات متعددة مع خصومه ومنافسيه ومن ثم تبدو معركته الحالية مع السعودية غير متكافئة وأن حصرت على الصعيد الإعلامي إذ لا يستطيع المجلس الانتقالي شد الحبل أكثر والتحرر من مضلة التحالف العربي لأن ذلك قد يجعله في الأخير خارج المعادلة السياسية في جنوب اليمن ومع تباين مواقف قيالة المجلس الانتقالي بشأن إدارة علاقاته مع السعودية فإن المجلس لا يمتلك أوراق سياسية أو عسكرية لانتزاع السلطة بالقوة من السعودية أو على الأقل إجبارها على تسليم المواقع السيادية لإدارته كما أنه لا يستطيع أن يوظف الشارع الجنوبي ورقة ضغط على السعودية فقد استنزف معظم الجنوبيين في صراعات عقيمة فيما تموضع بعيدا عن هموم الشارع الجنوبي وتطلعاته وواقع معيشته البائس كما أن المظاهرات المحدودة التي شهدتها عدن قبل أشهر بشأن رواتب الجنود التابعين لحزمة الانتقالي وألويته جعلت السعودية تتخذ موقفا أكثر صرامة حيال المجلس تفرض المواجهة حتى وإن كانت سياسية فقط على الطرف الأول أن يكون متحررا من شروط التبعية للخارج إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات والذي يمارس سطوته على الأرض من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة له لا يملك القدرة على تسيير هذه الأجهزة إذ أن السعودية هي من تمول رواتب قادة الأجهزة الأمنية التابعة للانتقالي وجنودها وسط الأخبار الحزينة التي لا تنقطع من إيطاليا كما أورد موقع دي دابليو هزمت عجوز عمرها 95 عاماً فيروس كورونا لتعطي الإيطاليين أملاً في القضاء على المرض الذي يحصد حياة الألاف حول العالم السيدة ألما كلارا كورسين هي أول مرضة يسمح لها بالخروج من المستشفى بمقاطعات مدينة الإيطالية بعد تعافيها من الفيروس بالرغم من أن تعداد سكان بلدتها يصل إلى ألفي شخص حظيت حالة ألما كلارا تحديداً باهتمام الجميع باعتبار كبر سنها وفي مقدمتهم عمدة بلدتها الذي رحب بعودتها وكانت كحة خفيفة قد ظهرت على ألما كلارا بدون أي أعراض أخرى لكن لكبر سنها تم اصطحابها فوراً إلى المستشفى للإطمئنان عليها ليتم الكشف هناك عن إصابتها بفيروس كورونا وبالرغم من تطور حالة ألما للأسوأ لم يجرأ أي من الأطباء على إعطائها أدوية مضادة للإلتهاد خوفاً من كبر سنها لتتعافى السيدة الكبيرة وحدها ألما قالت لصحيفة إيطالية بالرغم من عدد سنين عمري ما زلت محاربة جيدة على الرغم من التدفق الكبير على تطبيقاتها شركة فيسبوك تعلن تراجع عائداتها تقول صحيفة الشرق الأوسط أن تفشي فيروس كورونا المستجد جعل المستخدمين يتدفقون على خدمة شركة فيسبوك لكنه تسبب بتقويض عائدات الإعلانات نائب رئيس التحليلات أليكس شولتس ونائب رئيس الهندسة جاي فاريك في الشركة قال إن المكالمات عبر الإنترنت على ميسنجر وواتساب التابعين لفيسبوك ازدادت بأكثر من الضعف في المناطق الأكثر تضرراً من الفيروس لكن الاستخدام المتزايد في خدمات المراسل المجانية لفيسبوك لا تحقق عائدات الإعلانات وتابع المديران التنفيذيان بالقول نحن لا نستفيد من الخدمات التي يتم استخدامها أكثر من المعتاد ونرى تراجعاً في نسبة الإعلانات في البلدان التي تتخذ تدابير صارمة للحد من انتشار كورونا وأضاف أن الاستخدام المرتفع في مجموعة تطبيقات فيسبوك لم يسبق له مثيل الأمريكية تيا ديفيز أصيبت بفيروس كورونا وقد تعرضت للعزل وروت قصتها التي أعادت صحيفة الغد نشرها وجاء فيها بدأت أشعر بضيق في التنفس وهكذا يهاجم الفيروس بالتأكيد جهازك التنفسي ويضربه بشدة أعتقد أن ذلك كان أحد أسوأ العراض لأنني استيقظت في منتصف الليل وكنت مشوشة لم أستطع التنفس لم أتمكن من لفت انتباه أحد في المنزل أعتقد أنك في تلك المرحلة ستشرع في تهديئة نفسك وإجراء محادثة مع نفسك مثل حسنا هذا هو وضعي هذا هو الأمر بالنسبة لي ولأطفالي لن أراهم مرة أخرى وهذا النوع من الأشياء لكنني أشكر الله على أنه كان معي على أنني استطعت أن أنقذه وقذ زوجي لأعلمه بأن هناك شيئا ليس على ما يرام عندما وصلت إلى هنا أول الأمر لم يكنوا سيجرون لي الفحوص لأنني لم طابق المعايير وبعد بعض مسوحات الأشيعة المقطعية وبعض الفحوصات قرروا المضية قدما وإجراء فحص الفيروس ثم عادوا وقالوا لي أن النتيجة كانت إيجابية عائلتي الآن في الحجر الصحي لمدة 14 يوما لم أرى أطفالي ولم أرى زوجي منذ أيام لا يوجد علاج لفيروس كورونا ولذلك فإنما يعالجونه ما يمكنهم علاجه هو الأعراض وهكذا إذا كنت مصابا بالحمى فيمكنهم أن يعالجوها باستخدام تيلانول وإذا كنت مصابا بالسعال فيمكنهم علاجك بأدوية السعال لكن على جسمي أن يحارب الفيروس ويطرده وهكذا يجب أن أمضي الوقت في الراحة وأتأكد من أنني أحاول تناول أكبر قدر ممكن من الطعام وأن أدع جسدي يقوم بعمله منذ جئت إلى هنا أعتقد أنني فقدت حوالي 15 رطلا لذلك لا أعرف كيف سأبدو عندما أنهض من هنا كان يجب أن أرتب شعري بعض الشيء وانظروا إلى قلون سوتي الجميع يلقون النكات عن هذا لا أعتبر الأمر شخصيا أعتقد أن الشيء الوحيد الذي أزعجني هو أن أرى نفسي في الأخبار أن أرى محطة أخباري المحلية وهي تتحدث عن هذا الوضع لكنها حتى لا تعرف بالضبط ما يجري متزال مظاهر الاحترازات ضد فيروس كورونا المستجد وسبل مواجهته هي الموضوع الأساسي لملتقطي الصور حول العالم نتابع جزءا من هذه الصور والمنشورة في صحيفة واشنطن بوست ترجمة نانسي قنقر وفي آخر جولة لنا اليوم نتابع عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها بعض الصحف والمواقع ترجمة نانسي قنقر بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء